هل يقدر نقاوم ده؟ نواجه ده؟ بالضبط، لازم نقاومه إزاي؟ إزاي؟ أولاً، في عندنا خطة قصيرة الأمد ومتوسلة الأمد وطويغ الأمد معلش، قبل ما نتكلم كلام كبير مش كلام كبير، ده بسيط جداً معلش، عشان بس الفلاح اللي هو يعني مش زي الحج محمد اللي هو البسيء الأبسط شباية من حج محمد يفهمنا دلوقتي، مثلاً لو أنتوا قلتوا إنه في موجة حرة هتيجي بعد أسبوع الفلاح اللي زرع الأرض دي، هيعمل إيه؟ بالضبط، ده السؤال المهم اللي بنزله على الصفحة بتحتي وببعته كل الجرائد قبل الموجة الحرة ما تيجي بيومين أو ثلاثة يام عندنا تنبؤ لمدة خمسة يام، فبروح بنزل علاته أنا عندي محصول قمح منظرة حالياً في الطرق العجيني يعني تقريباً بقى على الحصات شهر أو أقل من شهر مهم جداً قبل حدوث أي موجة حرة في الفترة دي نبقى في رية سريعة تحت أي حال من الأحوال النهاردة بالليل يروي لو أنا قلت له أن في موجة حرة هتبتدي من بكرة لمدة يومين أو ثلاثة يام أو أسبوع أول حاجة يعمل رية سريعة تحت أي حال من الأحوال سواء خضر، سواء ما حصل حقلية، سواء تباعة رية زي الشمر وزي البردقش المزلوعين دلوقتي تمام؟ ولو فكها نفس القصة بالضبط بعد انتهاء الموجة الحرة مو باشرةً لازم الفلاح يقوم بإجراء رشاط من المغزيات والأحماض الأمنية وعلى عناصر الغذائية اللي تخلي النبات يقاوم الاستنزاف اللي حصل تعاوض الفكرة، تعاوض الفكرة يقاوم الاستنزاف الموجة الحرة اللي حصلت يوم يديله نشاط إنه يقدر كأنك أنت بتحمي الطفل من الجفاة بالضبط إنه يبدو يعمل امتصاص لأن بعد الهزة الجامدة أولاً النبات لما يتعرض للموجة حرة وهو كان في جوه معتدل يبدو يحصل دربكة الفيسيولوجية داخل النبات يبدو يحصل توقف عن الامتصاص توقف عن الناطح بيحصل دربكة فأنا بقدر تحتاج أحوال بديله حقنا منشطة من هذه المغزيات والرش بحيث النبات يستعيد بسرعة إنه يبدو ينشاط ويبدو يمتصل عناصر تعاوضاً للإستنزاف اللي حصل عشان كده التوت اللي حضرتك قلت عليه وأحياناً في بعض كتير من العقد اللي بيحصل بيته ساقط لأن الشجرة ترويب الليل بالليل مش بالنهار أبداً دربكة وده لقطة مهمة جداً إنه كن الراي ليلاً أثناء الموجة الحرة أنا أروح حروي دلوقتي بالليل لازم التوت صعبان عليها قوي والله أنا عندنا التوت كتير لو أعاوز لا بس أنت تزرع بإيدك غير إنك أنت دفترية ده ده متع مش كده آه طبعاً هو